وفيه خلال انه ادارة والاستحكام الاسواق يعني هو اخطر شيء دلوقتي العالم كله عنده مشكلة تضخم وارتفاق اسعار وانفلات ده صحيح لكن زي الرجل مقالب بيحترام شديد ويعني بموضوعية شديدة لكن احنا عندنا زيادة لا احنا عندنا فيه انفلات كمان يعني الاتنين يعني الاثار الخارجية كمان ضعفناها بسلوكيات داخلية ادت الى هذا الشكل غير المقبول تماما ولا احد يقبله لكن الحمد لله الناس شمرت ونزلت تشتغل وانحنا لازم كاعلام نساعد مع جهاز حماية المستهلك وبقول تاني انه لا يمكن لا يمكن من امن العقاب اساء الادب طول الناس ما كانوا شايفين يعلي براحته ويطي براحته ويحجب براحته ويحبس السلا براحته ويصنع السوق براحته ويتحكم في خلق الله براحته محدش بيسأله فبيشتغل لكن دلوقتي لما يكون فيه الدولة موجودة والدولة لها ايادي تقدر توجع كل من خرق وخرج عن القانون اعتقد السوق يعني هيكون فيه ضابط ورابط لانه السوق بلا حرمة اعتقد ده غير مقبول والدولة بتدفع التمن في الاخر الدولة بتدفع التمن في الاخر لكن ده نتاج ايه؟ نتاج تجار فزدين وطماعين وغيره لكن هو التاجر انا براهن على امنته؟ لا انا بقولك انا براهن على جود التاجر لا انا براهن على القانون لا رهان الا القانون لاقول للناس لا وعز ولا ارشاد ولا هقول له التاجر الامين مع النبيين والصدقين والشهداء لا 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 كلام ده يعني على رأسي من فوق اللي عايز لكن بقول الدول تضرب القانون لا تضرب الوعظ حلو ان انا في الاعلام يقول واجيب وانا بقى لوعي المستهلك هو اللي يهمني المستهلك وبقول التاجر الامين لسه وبقول للراجل عايزين ندله شهادة التاجر الامين واللي شغالين فيها لكن في نفس الوقت بقول هو القانون هو القانون يا جماعة والقانون لازم يكون على الجميع سيف بطار على الجميع مفيش تاجر صغير وتاجر كبير وبقول هي الدول بتدار كده الاسواق بتحكم بهذا الشكل ده جهاز حماية المستهلك فيها جهزة اخرى حماية المنافسة ومانا الاحتكار بالتأكيد له قول نبقى برضو ان شاء الله قلال الفترة اللي جاية نتابع كل الجهات المعنية برقابة وادارة الاسواق محتاجة فعلا ان احنا ننتبه وننبه ونساهم ونساعد بعض وننطاقت بعض ان احنا في الاخر عايزين السوق المنفلت ينضبط السوق المصري منفلت بعض او كثير من التجار لا يراعوا لا وطن ولا دين وانا مش عايز دلوقتي اقول له والنبي حب بلدك وكون منتميا لا 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 مش هتكلم انا القانون القانون انت لازم تحط الاسعار على السلع بتاعتك هو لما يحط الاسعار محدش هقولك حطاب كهام انت حط السعر على الالم ده بمئة جنيه براحتك بمئة جنيه براحتك انت حر مفيش عندنا تسعير جابري السعر اللي انت حطه هنا هو لازم يكون موجود عندك في دفاترك هتدفع ليه ضريبة كما مضافة يعني براحتك اكتب انت عايزه فلازم يكون السعر اللي موجود هو اللي موجود في الدفاتر لو فيه خلاف دي قضيه تهرب ضريبي يعني هو السوق لن ينضبط الا بهذا الشكل ولابد ايضا من سرعة التحول الرقمي احنا بالتحول الرقمي يا جماعة هو ده الكلام انا لما اشتري حاجة من مكان بالفيزا بتاعتي بيخسم عندي بيسمع عنده بيسمع في البنك المركزي بيسمع في البنك بتاعه الراجل كمان اللي هو خد الفلوس بتسمع عنده في دفاتره في حزابات نقدر نبص ونشوف نرائب التحول الرقمي هو الضمانة لكل ما نتمناه في ضبط الاسواق او ضبط الاسعار او مراجعة الصناعة او الاستراد او التصدير كل شيء مرتبط بالتحول الرقمي فاحنا كمجتمع لا بد ان احنا نؤمن باهمية التحول الرقمي نؤمن باهمية التصنيع المحلي نؤمن باهمية تعميق الصناعة الوطنية نؤمن بانه القطاع الخاص لابد ان نفسح له الطريق وانه يشتغل وانه يكون هناك دعم حقيق الاستثمار الاجنبي بجوار الاستثمار المحلي ولن يأتيك استثمار من الخارج ما لم يكن المستثمر المحلي بتاعك مبسوط منك حاجات كتير يا جماعة مرتبطة بثقافات المجتمع ثقافات المجتمع ده شغل اجهزة وشغل مؤسسات مرتبطة بصناعة المزاج العام والثقافة العامة وغيره لكن الى ان تؤثر الثقافة في سلوك الناس لابد ان يكون هناك اجراءات قانونية اجراءات وادارية قرارات من الدولة عندها غابة من القوانين تستطيع تعمل اي شيء لكن تفعيل هذه القوانين من يفعل هذه القوانين فهم الصورة والمشكلة والعقدة فين كل ده شغل لازم يتعامل لانه البلاد والدول لا تدار بالنواية الحسنة ولا تدار ايضا بفكرة هي جات علي اسوأ ما يواجه الدولة المصرية جملتين كلمتين اتنين اسوأ ما يواجهه المجتمع المصري بن قوسين انا مالي يقول لك عم انا مالي تقول له فيه يقول لك انا مالي اللي انا بسميها بقى ثقافة الانمالية انا مالي ده رقم واحد رقم اتنين ما ليش دعوة نفس الفكرة ما ليش دعوة اللي هي بيسموها بن قوسين ثقافة الماليشية يعني بندلعهم في الادبيات الشعبية الماليشية والانمالية دول اخطر جملتين في المجتمع المصري انا مالي وماليش دعوة والكلمة الاخيرة هي جات علي يا سيدي يا سيدي كل واحد فين لو جات علي وانمالي وماليش دعوة الدنيا هتبوض ما عندناش فكرة ان احنا نهتم بالشأن العام كل واحد يقول لك يا عم الشأن العام ده يا عم احنا مالنا ما هم البلد بلد مين بلدنا كلنا اوقع تفكر ان هي بلد حد لوحده دي بلدنا كلنا يعني فعلا انت زي ما بتهتم ببيتك تحافظ على بيتك لما تلاقي حاجة خربانة في البيت بتجري تصلحها او تحاول تصلحها وتحاول تحافظ انت لو حد جارك قرب بس من بيتك ولا بينك وبينه مثلا شباك ولا باب ولا جنينة ولا غيره بتبقى هتاكله هي كده الدول فكرة الحفاظ على البيت والحدود عندك عند الافراد بتعمل شعور جامعي عند الدول برضو حدودي امني القومي حقي سيادتي على بيتي على ارضي على مجتمعي على دولتي عايزين شوية نحاول نعيد انتاج فكرة الاهتمام بالشأن العام مش الشأن العام يعني مباراة الكور مش الشأن العام يعني ان انا عقعد بس اعمل كلام على الفيسبوك لا الشأن العام فعليا انا اهتم بكل ما يقال كل ما يقال باهتم بيه لكن دائما ما انظر انظر الى الافعال مش الاخوال اخوال الناس انت بتحب بلدك على عين الرأس يا سيدي انا مش بكذبك بس لما شوف فعلك فعلك في انك بتدميش ورقة 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 في الشرق يعني هو دي ابسط حاجة حتى اي ماطة الازعن الطريق اي شيء يا اخي يا اخي يا اخي اخي يمشي في طريقك وانتركب عربيتك ارابط الحزان تكلمشي في التليفون تمشيت التزميع